بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب التانية السنوي أهلا بكم دي الفاينال ريفيجن دي سيشن ريفيجن ليلة الامتحان هنعمل اين سمارت سامري سامري زاكي جدا جدا في وقته صغير جدا وكأني بشرح لك تركات الترم الأولاني اللي هو شابتر 1 and 2 مفاتيح الحل حاجة كده بسميها زا أسبرين الأسبرينة كانت زمانة طلبة الغشاشين بعملوا حط ورقة صغيرة كده يجمعوا فيها كل مفاتيح الحل ياس أنا عاملك الأسبرينة دي بس مش علشان تبرشمها وتاخدها معك في الامتحان عشان تبرشمها في دماغك تمام ثم هنحل خمس امتحانات كل امتحان منهم أنا جمعه لك بإيدي يعني مجمعوا بإيدي يعني مجمعوا من انتحانات الوزارة من الأفكار المهمة اللي في المنهج من انتحانات المعاصر كل اجزام منهم بمثابة حل على المنهج كاملا يعني لو حليت اجزام واحد رجعت المنهج مرة في صورة حل حليت اجزامز رجعت المنهج مرتين في صورة حل حليت الفايف اجزامز انت كده حليت او رجعت المنهج خمس مرات تمام يبقى هذه الامتحانات كلكتد بإيدي من اهم افكار الامتحانات السابقة اهم افكار الوزارة اهم افكار نمازج الكتب الخارجية وعلى رأسها المعاصر مش هنضيع وقت بسم الله ده كورس الحصة اول فيديو ده الانترو اسمعني للاخر تاني فيديو بشرح لك الاسبرينة ياس مفاتيح الحل رولز الحل الحاجات اللي انا لازم اكون فاهمها 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 كم مرة ثلاث مرات طب حافظها كم مرة خمسة احنا قلنا مشكلة مادتنا مشكلة الكاميستري ان فاهم بس مشكفية الفاهم حاجة مهمة جدا تمام ولكن الكاميستري فاهم فقط صعب تقفل هتحل هتنجح هتقرب من الفول مارك لكن عشان تقفل فيه سم رولز سم كيس بعض الحاجات انا لازم اكون حافظها مثال بقوله لكم دايما انا فاهم ان الراجل ده ابويا الراجل ده انا فاهم انه ابويا ينفع ماكونش حافظ اسمه هي الكاميستري كده يبا الكاميستري طبيعة هذه المادة فاهم فقط مش كفاية فاهم ثم حفظ بعض الروز طب هحفظ المنهج كله هحفظ ربعه هحفظ نصه هتحفظ الاسبرينة دي بعد فهمها انا هفهمها لك في الشرح وانت هتفهمها تاني تأول فيديو بنلم المنهج في صورة اسبرين ايو هتخش على الفيديو التاني غير لما تزبط الاسبرينة دي اتأكد تماما انك فاهمها ثم فاهمها ثم فاهمها ثم حافظها اضرب في خمسة الفيديو التاني بدأنا نحل two exams exams collected من اهم افكار المتحانات السابقة اهم افكار المعاصر اهم افكار بنك المعرفة اهم افكار نمازج الوزارة في السنوات السابقة yes الفيديو اللي بعده بنكمل الاجزام الثالث والرابع والخامس تمام نزلتلك تاني الفيديو اللي انا بحلل لك فيه exam الوزارة 21 اش معنى الاجزام ده فيه افكار جامدة فيه افكار جامدة فبسترس عليه شوية الفيديو الاخير عشان الناس اللي هراجت كان الغياب عالي جدا الغياب كان عالي جدا في درس الوزارة الغياب كان عالي جدا في درس الوزارة عشان كده بنزل لك تاني الفيديو اللي بنحل فيه على موضوع الوزارة دي الريفجن بتاعتنا البيدي اف اللي في الحصة او البيدي اف اللي هي الاسبرين الاسبرين انت طالب اولاين انا مدهالك بيدي اف كدو مني ليك مش بحسبك عليها عشان ما اقولكش بقى تروح السنتر عايز تجي السنتر هتيجي في التوقيت اللي احنا فيه انت عايز البيدي اف دي مطبوعة وجهزة بتتواصل معنا اوكي وبتجي لنا في السنتر الاقرب ليك تاخدها ما بنسبش ملازم في السناتر تمام وان سبنا بنسب عدد معين كده فانت ممكن تروح تلاقيه او تلاقيه خلص فانا مش عايز اقولك بالطبعات تمام البيدي اف التانية دي الاجزامز الخمسة اللي احنا بنشرحهم في البيدي اف ثري وفور ياس البيدي اف فايا الاخيرة دي الانسورز بتاعت الاجزامز دي جرعة ريفيجن ليلة الامتحان مش هنضيع وقت لاتس موفن يلا نبدأ بنا مراجعة الفاينال ريفيجن بالتوفيق على خير ان شاء الله هنقفل بتحاني الترمي الاولاني وعلى خير ان شاء الله هنتقابل في الترمي التاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته